هذا يؤدينا النقطة المهمة وهي الوقاية إزاي سيدة لو عندها وراسة أو في تاريخ مرضي في العيلة في هذا الموضوع في السرطان السادي أو هي عايزة تحمي نفسها زي ما حكي قلت ويكونها سيدة ده بيزود نسب احتمالية السرطان بالسادي إزاي نقدر نواقي نفسنا؟ إزاي تقي نفسها من هذا الموضوع؟ طيب عشان نتكلم عن الوقاية هنرجع نقول عوامل الخطورة ونشوف إيه اللي ينفع نعدله فيها احنا قلنا السمنة يبا خلاص لازم نحافظ على وزننا لازم نلتزم بالأكل الصحي لازم نحاول نمارس الرياضة يوميا خلاص كل دي بتدي حماية قلنا التدخين يبا نبطل التدخين كمان تناول الكحليات ده من ضمن الحاجات فلو ما نشرب كحليات نبطل تناول الكحليات لكن الحقيقة أنا شايف أهم حاجة في الوقاية أي عادات سيئة يا دكتور كورس يعني في شكل عام أي عادات طبعا العادات الغير مرغوفية هي دي كلها اللي بتزود فرص الإصابة لكن الحاجة المهمة جدا إننا لو مش هقدر أمنع سرطان السادي إننا أعمل إيه أكتشفه في مرحلة مبكرة يبا الحاجة المهمة هي الكشف المبكر يعني دي أهم حاجة في الوقاية طب خلينا نفهم برضو أكتر عن كشف المبكر ده عبارة عن إيه تعمل إزاي إزاي السيدات يعملوا ده سن كام حاجة برضو نشرحولنا بشكل أوسع طيب نتكلم في الأول أهمية الكشف المبكر ليه إحنا بنقول الكشف المبكر الكشف المبكر والدولة كلها مهتمة بالكشف المبكر وكل الناس مهتمة بالكشف المبكر أول حاجة مع الكشف المبكر نسب الشفاء من سرطان السادي بتصل لـ 98% نسبة مرتفعة جدا تاني حاجة لو إحنا اكتشفنا الورن في مرحلة مبكرة ده بيخلينا نقدر نشيل الورن بس ونحافظ على السادي الحاجة اللي بعد كده إن إحنا لو اكتشفناه برضو في مرحلة مبكرة ممكن نستغنى عن بعض العلاج العلاجات اللي هي ممكن تكون السيدات ما بتحبهاش زي مثلا علاج الكيماوي فالكشف المبكر ليه أهمية قصوى طيب إزاي نقدر نعمل كشف المبكر حقيقة الكشف المبكر بيتم عن طريق تلات محاور هم تلات حاجات أول حاجة اسمها الفحص الذاتي للسادي تاني حاجة كشفه عند الطبيب ثالث حاجة عمل الأشعات أو المامو جرام طيب نتكلم كل واحدة نعملها إمتى ونعملها إزاي الفحص الذاتي للسادي ده بنعمله بداية من سن العشرين بتعمل كل وقت قدير بتعمل كل شهر الذاتي يعني السيدة نفسها هي اللي تفحص نفسها بنفسها مش محتاجة تروح للطبيب مش محتاجة تأمل في البيت ده بيتعمل في البيت إحنا بنديها تعليمات إزاي تعمله خلاص وبيتعمل في البيت بيتعمل إمتى بعد نهاية الدورة الشهرية بأسبوع مش معنى التوقيت ده لأن قبل الدورة يجي بيبقى فيه احتقان وبيبقى فيه ألام في السادي فده بيخلي فحص السادي صعب شوية أو بيصعب الفحص فنستنى لحد انتهاء الدورة الشهرية ونبتدي نعمل الفحص الذاتي هو بسيط جدا هو بيتكون من حاجتين أول حاجة أننا بص يبقى فحص بالنظر الستة أو السيدة هتوقف قدام المراية وتبتدي تلاحظ في أي تغيرات حصلت يعني ربنا خلق لنا ساديين فسهل جدا المقارنة فلو فيه تغير سادي يعني التاني خلاص أنا بتدي بقى ايه أتوجه للطبيب فورا تاني حاجة أننا هعمل فحص للستة هبتدي أفحص السادي كله وافحص منطقة تحت القبط ولو فيه أي كتلة أو أي حاجة غريبة يبقى هبتدي أتوجه للطبيب ده الفحص الذاتي طيب الحاجة التانية زيارة الطبيب زيارة الطبيب احنا المفروض نزور الطبيب سنويا خلاص من بعد سن الاربعين هو برضو بيعمل فحص ده بيبقى أدق شوية من الفحص الذاتي والحاجة الأخيرة بنعمل حاجة اسمها مامو جرام طيب مامو جرام على السادي ده أشياء بتتعامل على السادي دي بتتعامل سنويا من بعد سن الاربعين خلاص دي بتبين إذا كان فيه أي تغيرات أو أي بدايات أو رام موجودة في السادي فنبتدي نلقط الورم في مرحلة مبكرة جدا هو السؤال المهم بقى مين اللي المفروض يعمل كشف مبكر يعني فيه ناس فاكرة أن بس اللي عندهم حد في العيرة أو تاريخ وراسي لا الحقيقة أن كل السيدات لازم تعمل كشف مبكر لأنه كونك سيدة هو ده بيخليك عرضة للإصابة بسرطان السادي فكل السيدات المفروض تلتزم بالكشف المبكر الناس اللي عندها تاريخ وراسي أو عندها عامل وراسي ممكن نزود الفحص ونخليه على مدد آرب من كده أو في سن آرب من كده خلينا أفهم برضو من حضرتك لأنه يمكن تكلمنا على الفحص الزاتي وحيك شرحت كده شوية برضو الناس يقدروا يعملوا إيه ولو أني برضو أحب أن حيك برضو تتفسر أكتر لأن مش كل الناس عندهم خلفية طبية أو كده هل ده حاجة سهلة أن السيدة تعرفها لوحدها ولا لازم فعلا تفحص نفسها زي محاك وصفت وقلت ولو عملت ده وفعلا وجدت الكتلة أو حست بشيء غريب أو كده مفروض تعمل إيه طيب إحنا ليه بنقول فحص الزاتي فحص الزاتي أول حاجة فحص الزاتي بيخلي السيدة متعودة على الملمس بتاع السادي بتاعها فهي لو ابتدت من سن العشرين تعمل فحص الزاتي كل شه فخلاص هي تعودت على الملمس بتاع السادي الطبيعي بتاعها فلما تيجي تظهر كتلة أو تظهر حاجة غريبة هي فورا هتلاحظها لأنها كل شهر بتفحص السادي فهي هتبقى بعد كده بسهولة جدا تبتدي تلقط أي حاجة بتظهر مبكرا تاني حاجة هي ممكن بمجرد النظر لو وقفت قدام المراية بمجرد النظر تبتدي تلاحظ أي تغيرات أو أي علامة من علامات السادي اللي قلناها في الأول الجلد شكله متغير الحالة ما شكلها متغير فيه إفرازات غريبة كله ده هي لو لحظت أي حاجة المفروض تعمل إيه؟ المفروض تروح للطبيب على طول المختص فورا هو يبتدي يتقيم الحاجات اللي هي لحظتها آه دي فيها عوامل خطورة يبقى نعمل حاجات أكتر أو يبتدي يطمين لا ما تقلقيش مفيش حاجة